دعنا أسأل ما هو تأثير الإجهاد على حياتنا؟ هناك دراسة تحصي خمسين تأثير جسدي صحي للسترس غير تأثيرات العديد الأخرى التي سنتناول ثلاثة منها لا ستدرق على الخمسين لأنه يعوزنا حلقات طويلة لكن من التعرق نشاف الفم الشد على أسنانك تتفسخ من الشد عليها في الليل لا وجع المفاصل لا وجع الراس لا تأتأ تمتمي تأتأ في الكلام لفقدان أو ضعف الذاكرة والتركيز في حياتنا للانفعال الشديد للشعور بالأحباط للتثاؤب المستمر زيادة أمراض الحساسية الأرجي في الجسم سببها لا لأنه كل هذه نتيجة شحة المناعة ضعف المناعة فتحارب الجسم أنا لما بكوني سترس بيطلع لي هيربيز يعني هذي الحبوب اللي تطرح حمو أيوي إما في الخير إما داخل الشفاء أحيانا التعرق الحكة المستمرة والأمراض الجلدية وغيرها وغيرها فقدان الشهية أو الأكل الزايد فقدان الرغبة الجنسية الحميمية في العائلة أو إجمال الفقدان أو للناس اللي بيستسلموا لشهواتهم ضعف العلاقات عدم الإنجاز في العمل إلى آخره إلى آخره إلى آخره اشتركوا في القناة